اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الجدي ورح ينتقل للدرو رح يكون اغلب الوقت في منزلة سعد السعود وهي المنزلة جيدة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تتشكل هي في ساعات المساء اي بعد الحلقة هاي هي زاوية اول زاوية زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 10 أو 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما الزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 11 أو 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني مثل عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ الساعة 11 أو 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا عند منتصف الليل الليلة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وهذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر بعد انتهاء خلو المسار ساعة 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بكون استقر القمر في الدلوخ خلاص يعني بنشعر كلنا جميعا في هاي الفترة بنشعر الان بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدونا في هاي الوضعية بنكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام الى نادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد بعد انتهاء واستقرار القمر في الدلو بصير عنا زاوية اقتران سلبية راح تكون بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة عشر وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما الزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة فهي تأثيرها بظل يعني اوجه اليوم بكون الساعة عشر وثمانية وخمسين دقيقة وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس والمشتري وهي بتمتد زي ما حكينا من الزاوية البطيئة من اليوم بدها كمان اسبوع يعني سبع ايام وهنا في هاي زاوية لما بتتشكل يعني احنا مؤثر علينا الها تقريبا خمس ايام ولكن راح تستمر كمان سبع ايام بتتبدد الحضوض في اي مساعة ميقوم فيه منلاقي ان الحظ ما بدعمنا نهائيا بالفترة هاي وبتزداد المصاريف بشكل كبير بسبب وبدون سبب يعني بكون الاشخاص عندهم قابلية للتبذير اكثر هيك منكون انتهت الزاوية بالنسبة لهذا اليوم فيه زاوية ثانية ولكن بتتشكل بعد حلقة الغد فعشان هيك راح نذكرها في حلقة الغد طبعا القمر لما بيكون في برج الدلو يعني خلو المسار القادم راح يكون يوم سبعتاش اربعة راح يكون فيه تمام الساعة اثنتين وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت فطبعا احنا يوم سبعتاش ما منذكر في خلو المسار ولكن الحلقة يوم ثمنتاش اربعة هي اللي بتشرح عن خلو المسار لانه راح يبدأ ويستمر في فترة الحلقة تبعت يوم ثمنتاش الشهر مش يوم سبعتاش الشهر طبعا بالنسبة لعمر القمر القمر المربع واحد وعشرين يوم فيه تمام الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بيصير عمره اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتكون خمسين في المية يعني نصف البدر بالضبط بيكون الليلة ساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعة وعشرين اربعة مزاج منتحس القمر في الجدي ورح ينتقل لدلو حتى يوم سبعتاش اربعة المزاج منتحس عطارد في الحمل حتى يوم سبعة وعشرين اربعة المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة عش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة عش خمسة المزاج منتحس المشتري في الجدي حتى أربعة عش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس الزحل في الدلو حتى أحد عش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة عش تمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربع وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا اليوم من بعد الحلقة لغاية ساعات الصباح تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة خصوصا في السمعة وفي مجال العمل خصوصا الأشخاص اللي بيكون عندهم فترة نهار اللي هم بالجزء الآخر من الكرة الأرضية هذولا بيكون فترة عمل عندهم وخصوصا الأشخاص اللي بيطلعوا من بيودهم لغاية ساعات الصباح بدهم يديروا بالهم بعد ساعة الصباح بيصير التواصل ما بينهم وبين الأصدقاء أهم إشي أنك اللي هي الفترة العلاقات الاجتماعية أو الأصدقاء أو التواصل معهم والاتصال معهم أهم إشي أنك تحاول تصحيح العلاقات المعتردية وما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر الاتصالات والمواعد أما بالنسبة للخارطة الفلكية فالبيت الأول بالنسبة لأيلك اليوم يعني من ساعة الصباح بدعمك شوي إيجابيا بتصير نفسيتك أحسن بصير في عندك نوع من أنواع التفاهم مع المحيط فحاول أنك تستغل الفترة هاي بشكل إيجابي لأنه كمان يعني حكينا يوم سبعتاش الشهر القمر رح يوصل للحوت وهذا يعني بيت متاعبك يعني رح تدخل في فترة سلبية مدتها يومين ونص فحاول قدر الإمكان أنه تستغل اليوم وبكرة يعني لغاية يوم سبعتاش الشهر على أساس أنه أنت تنجز كثير من أعمالك قبل ما تصل لمرحلة وجود القمر في بيت المتاعب فالفترة هاي هي جيدة بتدعمك بشكل جيد على المستوى النفسي بتشوف أنه عندك قابلية كثيرة لإنجاز كثير من الأعمال وخصوصا من ساعات الصباح أما بالنسبة للبيت الثاني اليوم يعني شوي بيكون فيه من ساعات الصباح نوع من أنواع التواصل مع أشخاص ممكن أنت تطلب منهم مساعدة أو دعم أو بعض الاحتياجات أو ممكن أنه يكون فيه أمور العلاقة بالمال فواتير التزامات مشتريات أشياء من هذا القبيل ولكن دير بالك من المصاريف لزيادة خصوصا أنه الفترة هاي يعني إلى أكم حلقة بحذر من المصاريف لجميع الأبراج لأنه زي ما ذكرت في البداية عن الزاوية اللي بتتشكل إلها فترة أسبوع يعني من خمسة أيام تعثيرها أنه الناس بصرفوا بدون حساب يعني عندهم هو مش نوع من الكرم هذا نوع من أنواع البذخ أو نوع من أنواع المصاريف لزيادة اللي بدون حساب فحاولوا قدر الإمكان أنكوا يعني ما تصرفوا في غير المكان وحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات يعني بدعمك شخصيتك اليوم أحسن قدرة التواصل عندك عالية جدا حاول أنك أنت تستغلها بشكل إيجابي على أساس أن الأمور تمشي معك بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن اليوم حث أبنك على الدراسة أو التعليم أو ممكن أنت تدخل في نقاشات أو اتصالات مع أشخاص متعددين يعني ممكن يكون عندك استغلال الوسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الناس بكثافة أو اتصالات تليفونية بتكون عالية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فما زال طبعا زي الأيام الماضية لسه في نوع من أنواع الضغطة موجودة على البيت فعشان هيك يا بتكون فيه مصريف يا التزامات يا أمور عائلية بتحتاج لنوع من أنواع الترابط ممكن يكون فيه نوع من أنواع الخلافات أو سوء الفهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة حاول قدر الإمكان أنك ما تكبر الأمور وحاول أنك توصل لحلول قبل ما أنها توصل المرحلة هاي لمشكلة في منكو باهتم بالشؤون على الأقارية أو أشياء لها علاقة بالصيانة والترتيب وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس برضو فيه نوع من أنواع الضغط مع الحبيب فعشان هيك ممكن يكون ناتج عن سوء تفاهم أو ممكن نوع من أنواع الحساسية في طريقة التعامل عدم اكتراته أو عدم اهتمامه أو أشياء لها علاقة بسوء تصرف أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك اليوم بشكل جيد على إنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منك وفي منكو رح يهتم بأمور أو شؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم يعني نقدر نحكي إنه فارغ تماما برضو زي اليوم أمس ما فيها الإشي الإيجابي أو السلبي فطبيعة العلاقة اللي بينك وبين الشريكي اللي بتحتم عليك نوعية التواصل أو النتائج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن بفتح لك باب ممكن من خلال علاقة أو من خلال أصدقاء إما طلب دعم أو ديون أو أموال كقروض أو أشياء من هذا القبيل أو في بعضكم ممكن يهتم في جدولة أو حسابات إلها علاقة بالديون أما بالنسبة لها بيتك التاسع فأنا شايف البيت التاسع اليوم يعني مش بالقوة اللي كانت في اليومين الماضيات يعني التصالاتك مع أشخاص خارج البلاد ممكن تكون محصورة على أشخاص معينين إما للإطمئنان عليهم أو التواصل معاهم أو في منك راح يبرع في عملية الدراسة والتحليل أو ممكن يخضع على امتحانات من خلال الدراسة المنزلية أو في أشخاص ممكن تهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بيت السمعة ذكرنا أن القمر راح يكون موجود فيه لغاية الصباح هو روتيني فحاول أنك تحافظ على سمعتك وإنجز الأعمال المطلوبة منك لغاية الصباح أما بالنسبة لبيتك 11 فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بيت العلاقات والأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو خالي تماما من أي تأثيرات سلبية فمنقدر نحكي أنه روتيني عشان هيك حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم وفي نفس اللحظة حاول أنك أنت تنتبه لغذائك وراحتك وأدويتك خلال هذا النهار برج الثور طبعا زي ما حكينا أن القمر رح يتنقل ما بين بيتك التاسع وبيتك العاشر فعشان هيك اليوم يعني بتظلوا لغاية ساعة الصباح في عندكم نوع من أنواع النشاط في مجال الدراسة أو أمور تتعلق بالسفر أو الاتصالات وخاصة البعيدة أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضطر أو بتضغط عليك المسئوليات أو بتواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات فترة واعدة ولكن بدها نوع من أنواع الحذر أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم جيد على مستوى النفسي برضو يعني بدعمك بشكل إيجابي ممكن تستغله في أكثر من اتجاه خلال هذا النهار ثقتك بنفسك عالية وبرضو عندك نوع من أنواع النشاط أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على مستوى وضع المال فممكن اليوم يكون في نتائج لها علاقة إما بدعم أو سداد ديون أو أشياء لها علاقة قصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم يجيهم مكاسب مالية إما من عمل أضافي أو ممكن فرصة أو مكسب مالي ممكن يجيهم إما هدية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتواصل والحركة والنشاط حتى على مستوى النقاشات على مستوى إثبات الرأي أو فرض الرأي بتقدر اليوم تستغلها بشكل إيجابي على كل المستويات في منكو رح يبرع في الاهتمام بمواضيع العلاقة بالاتصالات يعني اتصالاته رح تكون كثيرة أو أشخاص رح تهتم في الاتصالات وفي السيارات كمان اللي عنده امتحان أو عنده دراسة منزلية خصوصا للطلاب الابتدائي والثانوي هدولة برضو اليوم بيكون مميز بالنسبة لهم بيقدروا أنهم يستغلوا لدراسة وتخزين المعلومات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما ما فيكي أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل على مستوى البيت على طبيعتك وعلى حسب شخصيتك وعلى حسب وضع البيت وحسب مين اللي موجود في البيت وأبراجهم وطبيعتهم أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه الوضع العاطفي اليوم بمين للروتينية أكثر فعشان هيك تعاملك على مستوى العاطفي شبه روتيني ما فيها القوة الكثيرة من ساعات الصباح يعني بصير العمر الطبيعي تواصل إذا كان بس اللي هو الشيء الروتيني الإطمئنان والتواصل وأشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن أساسا يكون مشغول ومش فاضي للتواصل وأشخاص ممكن أنه يتهربوا من الاتصالات أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس يعني جيد جدا اليوم على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لأيلك وممكن تهتم بمشروع أو دراسة مشروع أو أشياء لها علاقة ببعض الملفات أو الأوراق العملية أو المراسلة لأجل إتمام عملك في منكو ممكن يهتم بوضع صحي إلى أو لا أحد المقربين لا إلى أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه يعني الأمور فيها نوع من أنواع طمأنينة على مستوى التعاون مع الشريك خلال هذا النهار ولكن أنه حسب طبيعة برجك وبرجه ممكن أنك أنت تحدد طبيعة العلاقة اليوم في أبراج ممكن تكون ضاغط عندها البيت السابع فبدك تكون حذر أنه راح تكون حساسيته الزيادة عالية مقابل لأنه هو يعمل مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن يعني جيد على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال الغير مشتركة فممكن اليوم تحصل بعض الأشياء أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع المطالبة لدعم أو مساعدة حاول قدر الإمكان أنك تستغله بشكل إيجابي وحاول ننظم التزاماتك وديونك بدون ما أنك أنت يعني تهمل هذا الجانب فتتراكم عليك المسائل مستقبلا أما بالنسبة للبيت التاسع فأقولنا أنه تأثيراته إيجابية لغاية ساعات الصباح وبعد ساعات الصباح تقريبا يعني بصير روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا أنه من بداية ساعات الصباح بصير كل التأثير عليه فعشان هيك هو اللي بيكون مسيطر اليوم على بيت السمعة أو على أمور إلها علاقة بتثبيت ذاتك أو الدفاع عن نفسك أو عن مشكلة معينة أو موقف معين فراح يكون هذا الموضوع إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فحاول قدر الإمكان أنه في ساعات ما بعد الظهر من خلاف أو موقف أو خبر سلبي بتعلق بأحد الأصدقاء أو المعارف حاول أنك تضبط عصابك وتهتم بالموضوع وخصوصا إذا كان الصديق بحاجة لمساعدي فما تقصر معاه أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب إجمالا يعني من ساعات الصباح بصير أريح يعني ما فيها الضغط الكثير فعشان هيك بطلب منك أنك أنت اليوم يعني تأخذ قصد كافي من الراحة وتراقب أدويتك وحاول أنك أنت تشوف الأشياء الضرورية اللي لازم تعملها هي اللي تنجزها حاول ما ترهق حالك زيادة وإن شاء الله أنه الأمور بتكون بخير برج الجوزاء طبعا لغاية ساعات الصباح بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنكوا تخففوا من النفقات أما في ساعات الصباح بتنشطوا في مجالات إلها علاقة إما بأوراق إلها علاقة بالسفر أو أمور مهمة إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب ممكن خبر أو شيء بطمنك بالنسبة لشيء خارج البلاد أو لمجالات التسويق والنشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة تحاول أنك أنت تتحرك على مختلف الأصعد اللي إحنا ذكرناها بتلاقي أن الأمور بتكون إيجابية لا إلك أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول جيد خلال هذا النهار أنت مدعوم بطاقة كبيرة ونشاط وحيوية وخصوصا من ساعات الصباح يعني بتلاقي أن نفسيتك اختلفت وصار عندك ثقة عالية بنفسك وفي أفكار كثيرة اليوم أنت بتفكر أنك أنت تنجزها أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني يعني بفتح لك بعض الفرص المالية اللي ممكن أنك تحقق منها بعض المكاسب أو ممكن أموال تستردها أنت خلال هذا النهار أو يكون عندك إهتمامات خاصة ممكن تجيب لك نوع من أنواع الهدايا أو التكريم أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنك تحاول قدر الإمكان أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث جيد جدا خلال هذا النهار بدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات وعلى مستوى النقاشات وعلى مستوى حث أبنائكم على الدراسة أو مساعدتهم في منكم ممكن ينشط بأمور إلها علاقة إما بالميكانيك أو تصليح سيارته أو الاهتمام بسيارته أو أشياء من هذا القبيل أو أشياء له علاقة بالأجهزة الإلكترونية والتليفونات وأشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه حاول أنك أنت تناقش اليوم وما تخاف وما تتردد وخصوصا من ساعات الصباح واللي عنده يعني بيشتغل وعرأس عمله مثلا بيشتغل في مجال التسويق اليوم رح يحقق إنجاز رائع جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع يعني شيئا ما روتيني ولكن حاذر أنه ممكن يكون في بعض الخلافات البسيطة خلال النهار يعني ممكن أنه هيك سوء تفاهم أو خلاف ما تتحسس وما تعصب اترك المواضيع وإن شاء الله كل شيء بنحل في وقته أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى يعني الاتصالات مع الحبيب أو التمينان عليه أو التواصل معه أو شيء إلو علاقة بمساعدي أو دعم أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس تنشط كثير على أشياء إلها علاقة بالعمل ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم بأمور عملية أو عقود أو إشياء العلاقة بأوراق أو أشياء عملية بتنفذها من خلال البيت وفي أشخاص منك رح يهتم في أمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهي أقل قوة من الأمس فعشان هيك اليوم حاول قدر الإمكان يعني أنك تتعامل على طبيعتك في الأمر مع الشريك لأنه ما في حظ بدعمك فحاول أنك تتعامل على طبيعتك بوسطية في التعامل بدون حدية أو بدون مزاجية وما تحتد وتعصب وتتحسس من أي تصرف من الحبيب أو من شريكك بالعاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد كما ذكرنا لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح يعني بتصير الأمور أحسن كمان على مستوى الأموال المشتركة يعني القمر موجود فيه ورح ينتقل في ساعات الصباح للبيت التاسع عشان هيك البيت الثامن والبيت التاسع كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر يعني يبدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار إلا أنه ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع أو مخالفة القوانين حاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك ما تخالف القوانين وما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن أو تدخل بأي عمل مشبوه أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيعمل نوع من أنواع الأخبار السيئة اللي ممكن تصلك عن صديق أو عن معرفة يعني يزعجك شوي فحاول أنك إذا بالإمكان أنك أنت تساعد أو تتعاطف معه برضو بكون جيد فيه منك اليوم ببرع بالاتصالات أو مع أشخاص بيعرفهم أما بالنسبة لبيت المتاعب فبقولك اليوم دير بالك يعني حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك ما ترهق حالك كثير حاول أنك تهتم بصحتك بتغذيتك حاول أنك أنت تأخذ أدويتك بأوقاتها ما تهمل برضو الأمور وفيه منك ممكن يهتم بصحته أو بصحت قريب لا إله برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة أما في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أدخل تعديل على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم وتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين أو لشيء جديد أو خبر بتعلق في الأمور الأموال اللي ما بتعود لك فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو تكرار محاولة سابقة طبعا القمر رح يتنقل ما بين بيتك السابع لغاية الصباح وبعدين رح ينتقل لبيتك الثامن زي ما ذكرنا في التوقعات أما بالنسبة للبيت الأول فهو إجمالا اليوم يعني بكون فيه نوع من أنواع التحسن بخصوصا من ساعات الصباح لأن القمر بتحرك من مقابلك فعشان هيك بتصير الأمور جيدة ممكن أنك أنت تحصل بعض الأشياء اللي ضاعت عليك في خلال الأيام الماضية شخصيتك بتكون أقوى ونفسيتك بتلاقيها اليوم دخلت في مرحلة التحسن أكثر أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو يعني ممكن يفتح لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة في الأموال أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة في تحصيل بعض الأموال أو أموال مستردة أو أشياء اللي إلها علاقة بالدعم أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث يعني بعطيك أنواع النشاط اليوم بدعمك على مستوى التحركات والتنقلات أو على مستوى الاتصالات أو التواصل بيكون عندك اليوم راغبة في التواصل مع أشخاص أو الاتصال فيهم برضو عندك قدرة عالية في النقاش أو الإقناع خلال هذا النهار ممكن يكون فيه شيء لعلاقة أو رابط ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت فممكن اليوم يكون فيه مناسبة أو جمعة أو شغلات من هذا القبيل بيكون عندك بعض الإنجازات المنزلية من ترتيب أو مشتريات أو أشياء لها علاقة بالاهتمامات الداخلية للمنزل يعني الأمور إجمالا بتكون جيدة وتحت السيطرة أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم نقدر نحكي روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي وخصوصا المش متجوزين يعني تواصل طبيعي روتيني ما فيه شيء لا كبير ولا صغير ولا يعني ما فيه الشيء الحماسي أو الشيء القوي اللي رح يكون خلال هذا النهار يعني روتيني أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم اللي عنده عمل أو عنده أمور أو مسؤوليات بقدرين جزها بشكل كامل فيه منكم ممكن يهتم بأوراق عمل أو ملفات أو أشياء لها علاقة بأنه يتوكله عمل معين فينشط في حل بعض المسائل وفيه منكم ممكن يهتم بشأن صحي إلو بتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد يعني بساعدك شوي خلال هذا النهار ولكن أنه في ساعات المغرب تقريبا أو بعد العصر ممكن يصلك خبر أو من برة أو من خرج البلاد أو شيء بتعلق في المؤسسات التعليمية أو في سفار أو مؤسسة كبيرة أو أشياء من هذا القبيل فهذا الخبر ممكن يزعجك أو يكون شوي فيه نوع من أنواع الحدية في تلقي الخبر أما باقي النهار اللي عنده امتحان أو عنده دراسة خصوصا المراحل الجامعية بيبدع بشكل جيد وممكن أنه اليوم يتفرغ لدراسة موضوع معين أو يبحث في مسائل معينة لها علاقية إما بالدين أو بالفلسفة أو بأمور الغيبيات أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء ولكن إحذر من تسريب معلومة أو أنك تستغيب شخص فممكن أنه اللي أنت استغبته فيه يوصله يعني فيه ناقل للأخبار رح يكون خلال هذا النهار فما تسمح لحدا أنه يستدرجك عشان ما توقع ضحية الخطأ أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب شيئا ما اليوم بكون فيه نوع من أنواع الحدية ممكن تضغط عليك ولكن إجمالا هو مريح روتيني وبس أنه حاول أنك أنت تبعد عن الوساوس اهتم في صحتك خذ قصد كافة من الراحة انتبه لتغذيتك وانتبه لأدويتك مرج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعة الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم حافظ على هدوءك ما ترتج الكلام ما توجه ملاحظة خصمك اليوم قوي وما بيرحم تحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي طبعا القمر موجود في بيتك السادس وبدو ينتقل لمقابلك تماما على بيت الشراكة فعشان هيك هاي الفترة بتكون ضاغطة على المستوى الطاقة انه طاقتك بتكون ضعيفة حاول انك تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول انك انت برضو تراقب وضعك الصحي ما ترهق حالك كثير حاول انه برضو ما تدخل بأي هجوم أو مشاحنات أو مواجهات مع أي شخص لانه الفترة هاي انت الضعيف وخصمك دائما بكون أقوى منك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم يعني على المستوى الشخصي عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع هيك متقلب المزاج بأكثر من مزاج خلال هذا النهار حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وما تستسلم للوهن والتعب يعني حاول تطلع من هاي الفترة بأي طريقة كانت بتشوفها مناسبة أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني لغاية ساعات الصباح يعني ممكن يكون في بعض الأمور الإيجابية على المستوى المالي ممكن يعني تجيك بعض الأفكار أو بعض الطرق أنك أنت تحصل بعض الأموال ولكن بعد ساعات الظهر أو بعد ساعات الصباح تحديدا ممكن يصير فيه نوع من أنواع المطالبة أو الفوترة أو الالتزامات المالية أو الأشياء اللي من هذا القبيل حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني ما تكثر من مصريفك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت اليوم عندك يعني نوع من أنواع الحدية في الطباع رغم أن الأجواء يعني بتصير إيجابية شوي يعني بتقدر أنت تناقش بهدوء وتقدر أنك توصل المعنى اللي بدك إياها أو الرسالة اللي بدك إياها بتكون مقنع بطريقة التواصل ما بينك وبين الأشخاص عندك نوع من أنواع النشاط البدني أو الحركي ممكن تكثر عندك الاتصالات أو التنقلات أهم شيء أنه دير بالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فعى مستوى البيت تقريبا الجوصة الروتيني فعشان هيك بتتعامل على مستوى البيت بشكل جيد الأمور بتكون طبيعية ما يلي للنوع الروتيني أكثر ولكن أنه ممكن تهتم إما بالترتيبات أو صياني أو أشياء لها علاقة ببعض المتطلبات العائلية وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني شبه أنه فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين الحبيب ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما تكون ملول ما تمل وما تتحسس من تصرفات الحبيب حاول قدر الإمكان أنك تتواصل معه بأريحية بدون أي إزعج أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن شوي اليوم بعمل نوع من أنواع الضغط عليك فممكن اليوم أنه يعني تشوف أنه فيه نواقص كثيرة عندك أو مالية تحديدا وممكن اليوم تحاول تطرق بأبواب لنوع من أنواع المساعدة أو طلب الحاجة أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك تدير بالك الوقت مش مناسب لهاي الأمور أهمش أنك تقلل من مصاريفك وترتب أوضاعك المالية والأمور إن شاء الله بالفترة القادمة بتكون أفضل أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف البيت التاسع اليوم برضو بكون فيه نوع من أنواع روتينية فعشان هيك اللي عنده دراسة أو عنده امتحان اليوم على المستوى الجامعي بده يدرس بشكل جيد وفي نفس اللحظة بده يركز لأنه في تشتت ذهني موجود عنده أو نوع من أنواع التوتر موجود عنده فبده يعتمد على الجهد مش بده يعتمد على الحضوض في منكو ممكن يبرع باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل لها علاقة إما ببحث دراسي أو أشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن يهتم في أمور فلسفية أو دينية أو غيبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر بيت السمعة شبه جيد ممكن الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ينجزوا بعض الأعمال المطلوبة منهم بدون يعني بدون ضغط كبير إذا تعاونوا مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيعمل نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء وممكن أن تكثر عندك الاتصالات خلال هذا النهار وتواصل مع بعض الأشخاص إما لمشهورتهم أو للطلب المساعدي أو نوع من أنواع التواصل لا أجل شيء ممكن أنه يفتح أبواب كانت صعب أنها تنفتح بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فيعني شوي الأمور شبه آمنة فعشان هيك ما في قلق أو خوف من أي أذية خارجية لا إلك أهم شيء أنك أنت تراقب أدويتك وتغذيتك وحاول أنك تتحرك على أساس أنه يعني تشحن حالك بنوع من أنواع الطاقة حتى لو كانت فيزيائية زي الرياضة أو الحركة أو أشياء من هذا القبيل وحاول في نفس الوقت أنك أنت تهتم بصحتك بشكل جيد وخذ قصد كافي من الراحة برج العذراء بتظل الأمور العاطفية هي اللي بتسيطر عليكم حتى ساعات الصباح بترغبوا فيها بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن من ساعات الصباح بتدخلوا فترة شوي بدأت تهتموا فيها أكثر لصحتكم ولا عملكم عشان هيك ممكن يتراكم العمل عندكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم هاذر من التعب الصحي أو الجسدي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليوم ممكن هيك يتحس أنه في نوع من أنواع حتى الإحباط أو الكسل أو نقص الطاقة الكبير بتظهر مسائل عالية أو شخصية طارئة ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول إجمالا يعني جيد بدعمك بأكثر من اتجاه خلال هذا النهار خصوصا لساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بتلاقي أن طاقتك نزلت شوي صار في عندك نوع من أنواع التردد أو نوع من أنواع الغضب والحساسية حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية مهما كانت الظروف الفترة يعني ضاغطة لأنه الآن القمر صار يتحرك مقابلك مباشرة فعشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثاني شوي يعني بعد الظهر ممكن أن هذا يصير فيها نوع من أنواع التحسن أو صباحا يعني من الصباح لغاية المساء ممكن يصير فيه بعض التحسن لقرع بعض الأبواب اللي بتجلب لك الأموال أو ممكن تسترد بعض الأموال أو رواتب أو أشياء من هذا القبيل وممكن تهتم في أمور العلاقة بالفوترة أو سداد بعض المطلوب منك وفيه منكو ممكن يصرف بدون حساب فعشان هيك هاتولة بدهم يديروا بالهم من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فيعني شايف أنه فيه عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع أو العصبية خلال هذا النهار فعشان هيك بدك تمسك حالة قدر الإمكان ما تنفع له ما تعصب وفي نفس اللحظة فيه منكو رح يكون بالنقاشات برضو عنيف عصبي ممكن يوجه بعض الكلام اللي ما فيه له داعي أو ينتقد بشكل لاذع بدك تحذر من هذه النقاط خلال هذا النهار لأنه لأمر رح يكون سلبي أما بالنسبة لبيتك الرابع على مستوى البيت ممكن شوي الأمور تكون ألطف ممكن يكون فيه هدوء أو توازن ممكن تهتم ببعض التصليحات أو ترتبات المنزلية أو الاهتمامات العائلية فعشان هيك اليوم يوم إيجابي على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني يعني بتتعامل أنت والشريك على حسب الطبيعة تاعتكم ما فيه لا شيء إيجابي ولا سلبي طبيعتكم هي اللي بتحكم العلاقة أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني ممكن تنفتح لك بعض الأبواب للدعم أو للمساعدة أو لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالدعم الحكومي أو أموال مستردة أو أشياء العلاقة بالتأمين أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد شيئا ما إلا أنه برضو بعطي طابع الحدية في الطباع حاول أنك أنت متخالف القوانين حاول أنك أنت يتجهز أوراق قانونية أو ممكن تنشغل في أمور قانونية خلال هذا النهار اللي عنده امتحان أو دراسة جامعية بده يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظ نهائيا خلال هذا النهار ممكن يصلك خبر من بعيد يزعجك وممكن أنت يكون لك اتصالات بعيدة وتزعج أشخاص خارج البلاد أو تعمل نوع من المشاكل معاهم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر شوي بيت السمعة ممكن يعطيك نوع من أنواع الإيجابية أو ممكن تحافظ على سمعتك خلال هذا النهار ولكن برضو ما تدخل بأي شيء مشبوه أو عمل مشبوه أو عمل غير قانوني عشان ما تنحسب عليك الأمور بالشكل السلبي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء يعني بدعمك بشكل جيد وممكن يكون فيه معاونة أو مسائلة أو استشارة أو طلب حاجة من صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تدير بالك من بيت المتاعب اليوم يعني بعطيك طاقة ضعيفة عشان هيك بدك تكون حذر خصوصا من الوضع الصحي أو التقلبات الصحية وبرضو من مشاكل ممكن تجيك بدون ما تكون حاسب حسابها يعني بدك تركز بشكل جيد بمعنى آخر حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز المرحلة هاي راقب تغذيتك أدويتك إذا أنت من أصحاب الأمراض المزمنة إذا شعرت بأي تعب بحاجة للرعاية ما تستنى وتتوانى عن استشارة طبيبك مرج الميزان يعني بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع باقكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرصة النجاح وتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف اللي عصفت فيك في خلال الفترة الماضية يعني بمعنى آخر أنه القمر راح يتواجد ما بين بيتك الرابع لغاية الصباح وينتقل لبيتك الخامس اللي هو بيت الحب وبيت الحضوض من الصباح لغاية الأيام القادمة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول اليوم يعني شوي لغاية ساعات الصباح بتظل الأمور ضغطة عليك بشكل نسبي فأما من ساعات الصباح بتلاقي الأمور تغيرت عندك بشكل إيجابي انشحنت بطاقة إيجابية صار عندك ثقة عالية بنفسك في نوع من أنواع المرح عندك بتحاول أنك اليوم تنجز كثير من المهام أو الأمور اللي ممكن أنها تكون إيجابية ولصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني يعني شوي ممكن أنه يتحرك باتجاه جيد على مستوى المال ولكن أنه تكثر المصريف والمتطلبات المالية عليك خلال الأيام هاي وممكن يكون في بعض التركيز على مساء المعينة العلاقة بالمحاسبة أو أشياء العلاقة بالاستردادات أو تحصيل أموال إليك أو أشياء العلاقة بالجدول والفوترة وأمور الديون أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث جيد يعني بدعمك على مستوى التواصل والاتصالات الخارجية أو اتصالات مع أشخاص النفسية مرتاحة عندك نشاط عالي جدا ممكن اليوم تتواصل مع أي شخص تحكي معاه تقنعه بوجهة نظرك اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا اليوم وممكن برضو حث أبنائك على الدراسة أو الاهتمام بأمور العلاقة بالسيارات أو الاتصالات أو المواصلات يعني انتصالات كثيرة تكون عندك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع تقريبا مثل ما ذكرنا البيت الخامس نفس الشيء مثل ما ذكرناهم الرابع والخامس في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد بدعمك على مستوى أمور كثيرة إلها علاقة بالعمل ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال أو المهام المطلوبة منك ممكن تبتكر أمور إلها علاقة بالعمل أو تنشط بتواصل واتصالات مع أشخاص إلها علاقة بمجال العمل أو المجالات اللي أنت بتشتغل فيها أما بالنسبة للأشخاص اللي يقعدين في البيوت فممكن يهتموا بإنجاز بعض الأوراق أو بعض المعاملات أو الاهتمام في أعمال داخلية بيتية أو منزلية أما بالنسبة للوضع الصحي إجمالا هو جيد خلال هذا النهار ممكن بس أنه يكون فيه خبر بتعلق في أحد الأحبة هيك يكون فيه نوع من أنواع صعوبة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى باب الشراكة فعلاقتكم مع شركائكم بالعاطفي والعمل اليوم جيدة فيه نوع من أنواع التواصل والتفاهم والتقارب ممكن اليوم تبادروا في نوع من أنواع المصالحة أو تقريب وجهات النظر ما بينكم أو حتى المغازلة والملاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط المالي فعشان هيك ممكن يكون فيه بعض المتطلبات المالية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالإنفراجات أو أمور إلها علاقة ببعض المستردات المالية اللي ممكن تجيك إما أنه من ديون أو تلاقي إشي كان ضايع منك بالفترة الماضية وفيه منكم ممكن يهتم بمسائل إلها علاقة أما بمؤسسات حكومية مثل مساعدات أو بنوك أو مصارف أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات الخارجية اليوم تنشطوا بأمور الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن بعضكوا يبرع في أمور إلها علاقة بالدراسة أو التحليل وممكن الاهتمام بأمور سياسية أو اقتصادية أو اهتمام بأمور إلها علاقة بالدين أو الفلسفة فيه أشخاص اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة خلال هذا النهار رح يبدعوا بشكل جيد ويكون عندهم نشاط ذهني عالي جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم فاليوم بيقدروا ينجزوا كثير من المهام والمتطلبات المطلوبة منهم بالتعاون مع زميل أو مع شريك أو مع رئيسهم في العمل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فبيعمل لك نوع من أنواع التواصل مع أشخاص مقربين لا إلك وممكن أنك أنت تستشيرهم في مسألة معينة أو تفضفضلهم في مسألة معينة أو هم ممكن يساعدوك في مسائل أنت كانت صعبة عليك في الأيام الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار يعني ما في أي متاعب بتخوف أو شيء مرهق بالعكس اليوم أنت محمي زي ما بقولوها محمي ظهرك وفي نفس اللحظة بتقدر تنجز كثير من المهام والأعمال المطلوبة منك في منكم ممكن يهتم بأشياء لها علاقة بالصحة مثل برنامج غذائي أو فيتامينات أو أشياء لها علاقة بالمكملات الغذائية بس أهم شيء أنه في بعضكم ممكن يصلوا خبر يزعجوا بتعلق في أحد الأحبة أو المعارف برج العقرب طبعا اليوم رح يكون متقلب عليكو بمرحلتين المرحلة الأولى أنه القمر موجود في البيت الثالث ورح ينتقل للبيت الرابع فرح لغاية ساعات الصباح الأمور إيجابية ودعم لألكو بشكل كبير ولكن من بعد ساعات الصباح الأجواء رح تضغط عليكو شوي فما قبل الصباح بتنشطه في أمور الاتصالات والتواصل والتعامل مع أخ أو مع جار ولكن في ساعات ما بعد الصباح بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطف من الأجواء الأجواء العائلية شوي فيها نوع من أنواع الضغط لأنه ممكن هاي الضغوطات الشوي تثير اضطراب عندك أو امتعاضك أو غضبك أو سختك على تصرف معين أهم شيء أنك ما تخالف القوانين خلال هذا اليوم واحترم الموعيد والالتزامة خصوصا المهنية اهتم بعائلتك أكثر يعني الضغط رح يكون على مستوى البيت وهي زاوية تربيع مع برجك فرح يكون في ضغوط كبيرة خلال الفترة القادمة خصوصا بالأمور اللي إلها علاقة في البيت بتختلف الأجواء شوي هيك وبصير في ضغط عليك بدك تحاول أنك تعمل نوع من أنواع التقارب وتمسك حالك بأي أمر إلو علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم بتظل جيدة لغاية الصباح ولكن في ساعات الصباح بنقلب مزاجك بتتغير نفسيتك بصير عندك نوع من أنواع التوتر نوع من أنواع الحدية العصبية ما عندك نفس أنك تتعامل مع حدا بتحاول أنك تتقوقع على نفسك داخل البيت أو تأخذ قصد كافي أو زاوية لحالك تهتم بشؤونك لحالك ما بتحب تحكي ما بتحب تختلط في اللي حواليك يعني في نوع من أنواع الحدية في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني يعني في بعض الأمور اللي ممكن أنها يعني تفتح لك بعض المجالات بعض المجالات مش كل المجالات وخصوصا بس الأشخاص اللي على رأس عملهم هم اللي ممكن يستفيدوا ماليا خلال هذا النهار إما من عمل إضافي أو بعض المستردات المالية أو إشيء العلاقة بالرواتب ولكن الآخرين بكونوا مشغولين بالمصاريف والمشتريات وحسابات مالية وأشياء العلاقة بالدفعات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك الخامس فشوي فيه نوع من أنواع يعني الأجواء العاطفية شيئا ما منقول إيجابية ولكن فيه ساعات ما بعد العصر أو ما بعد الظهر ممكن تتوتر أو تعصب من تصرف معين أو حتى أنك تمل من الشكاوى فتفضل أنك أنت تتهرب من الحبيب أو تبتعد عنه أو تأخذ جانب هيك لأجل أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك أو توزيع المهام أو التفاهم على مسألة معينة بتعملك هاي يزداوية نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن هو يفهمك أو يقدر يمتص هاي الطاقة السلبية الموجودة عندك يشحنك بطاقة إيجابية طبعا على حسب برجه وعلى حسب طبيعة العلاقة ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس يعني رحنا على السابع أكثر قبل السادس فعشان نرجع للسادس شوي البيت السادس جيد ممكن تنجز بعض الأعمال المطلوبة منك ممكن تهتم اليوم بعض الأعمال بتحب تنجزها وتكتفي فيه نوع من أنواع التوترات الموجودة على مستوى العمل ولكن أنه أنت عندك قدرة على إنجازها بأكملها فيه منكم ممكن يقلق بشأن صحي بتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثامن فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك الأمور المالية أو الفوترة أو المحاسبية أو الأموال اللي ما بتعود لك هاي ممكن تشكل لك نوع من أنواع الضغط خلال هذا النهار إما بمطالبات أو استحقاقات أو توتر في مسألة معينة بتحاول أنك تجد إلها مخرج أو مبرر ولكن أنه اليوم بتكون الأمور فيها نوع من أنواع الصعوبة وخصوصا الالتزامات العائلية والمصاريف والمتطلبات المطلوبة منك خلال فترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف البيت التاسع جيد وخصوصا على الأشخاص اللي عندهم دراسة أو خصوصا دراسة جامعية في منكم ممكن يهتم بأوراق أو معاملات قانونية أو مسائلات قانونية في منكم ممكن يهتم بدراسة أو التسليط على قراءة رواية أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بتغيير الجو عشان يشحن حاله بطاقة إيجابية إما الموسيقى أو أشياء منها أو أفلام في منكم اليوم بجري اتصالات مع أشخاص خارج البلاد ومنكم ممكن يتلقى اتصال أو معلومة عن شخص خارج البلاد شوي تربكه أو تزعجه أما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة فاليوم نقول لك دير بالك ما في داعي لأي مجازفات أو مخالفات قانونية ما تتهور وما تندفع زيادة عن اللزوم على أساس أنك أنت ما تعركس على حالك أو تخلق لحالك جو مشبوه يشوه سمعتك فما في داعي أنك تدخل بأي شيء مشبوه أو مخالف للقوانين أو بمواجهة مع رجال الأمن أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف بيتك 11 جيد على مستوى العلاقات والاتصالات فممكن تتواصل مع بعض الأصدقاء مش الكل فهذا بجعل نوع من أنواع التواصل ممكن تطلب أنتم منهم أمر معين أو هم يستشيروك بمسألة معينة يعني في نوع من أنواع التعاون والولفة رغم أنه فيه ممكن يكون فيه خبر في ساعة العصر يعني شوي يستفزك أو يعصبك من تصرف أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية يعني على حسب وضعك بس أنا إجمالا دائما بحكي كلمة وحدة في حال الروتين أنه حاول أنك أنت ما تلزم حالك بأمور كثيرة انجز الأشياء المطلوبة منك حاول ما ترهق حالك زيادة راقب غذائك راقب راحتك وخذ قصد كافي من الراحة وما في داعي للمغامرات وخصوصا الغير مدروسة برج القوس يعني برج القوس الآن القمر رح يظل لغاية الصباح في بيتك الثاني بيت المال وبعدين رح ينتقل لبيتك الثالث فعشان هيك من لغاية ساعات الصباح بتكون الأمور المالية أو المكاسب المالية أو أمور إلها علاقة بالنفقات هي اللي بتكون أكثر إشي شاغل مخك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكثر عندكو الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو بتنقل أو اتصالات إلها علاقة بالعمل بتتحرك بفاعلية كبيرة وبتقوم باتصالات واسعة وممكن يكون لبعضكو عندهم بعض التنقلات يعني الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الاتفاق ونوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الأول فمن ساعات الصباح أنت بتنشحن بطاقة كبيرة بصير عندك اهتمامات عالية شخصيتك بتكون أحسن طاقتك بتكون كبيرة يعني بالعكس أنت اليوم تشحن حالك بطاقة بإرادتك يعني بإيدك أنك أنت تقوي من ثقتك بنفسك وتشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع روتيني على مستوى البيت ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل على حسب الطبيعة ما بينك وبين أفراد العائلة والعائلة والبيت والالتزامات البيت والأمور هاي كلها على حسب طبيعتك أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو بدعمك على المستوى العاطفي شوي فعشان هيك بيكون اليوم فيه نوع من أنواع التواصل أو الاتصالات مع الحبيب وممكن التقارب أو ممكن المغامرة شوي هيك لأجل أنك أنت تشوفه أو تطمئن على صحته الأجواء إيجابية مدعوم بشوية حضوظ هيك بتساعدك فعشان هيك حاول تستغل هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فيعني شوي بيعمل لك نوع من أنواع الضغط على المستوى العملي فعشان هيك ممكن تقصر في بعض الأعمال أنا بالنسبة لإلي بقولك حاول أنك تنجز كل الأعمال المطلوبة منك ما تخليها تتراكم لأنه الفترة القادمة ممكن يكون فيها نوع من أنواع الضغط عليك استغل الفرص الموجودة في منكم ممكن يخلق بصحة أحد المقربين لإلوه أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد بدعمك على مستوى الشراكة فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي الفكري ما بينك وبين الشريك وممكن الاتفاق على مسألة معينة أو تقارب بمسألة معينة يعني تفتح لك مجالات للتفاوض أو للمصالحة أو للتقارب ما بينك وبين الشريك طبعا على حسب برجه أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن شوي بيخليك مرتبك في حساب بعض الالتزامات المالية أو بعض الفواتير والأوراق وممكن تهتم بأوراق بنكية أو يكون في عندك بحث على أشياء يعني مهمة جدا أو أوراق أو أشياء مهمة لإلك بتحاول أنك تدور عليها بتكون فاقدها أو بتكون في مكان أنت مش قادر توصل له حاول أنك أنت تركز شوي وإن شاء الله بتوصل لكل الأمور اللي بدك إياها أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات الخارجية فممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن بدك تنتبه من الحدية في أثناء التواصل من العصبية مع هدول الأشخاص في منك رح يهتم بأوراق قانونية أو أمور إلها علاقة بالدراسة وخصوصا الأشخاص اللي بدرسوا دراسة منزلية يعني بيكون عندهم اهتمامات إما في دراسة أو امتحان أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالتحضيرات أو رسالة من هذا القبيل في منك رح يكون له تعامل مع مؤسسات تعليمية أو مع شركات بتشتغل في مجال الاستراد والتصدير أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على البيت العاشر جيدة يعني بتدعمك شوي بتقدر تحافظ على سمعتك وتنجز أعمالك وخصوصا المطلوبة منك بتعاون مع زميل لإلك أو مع رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بتدعم شوي نوعية العلاقة مع الأصدقاء أو التواصل مع أصدقاء وممكن يجيك اتصال اليوم شوي يكون فيه نوع من أنواع الإزعاج من صديق أو من معرفة يحاول أنه يفرض رأيه عليك أو يتدخل في شؤونك حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تعطيه هاي المساحة وما تخليه يسترسل في هذا الأمر يعني أحكم الموقف أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب آمن ما فيه أي شيء طار عليه ولكن شوي بدك تأمن حالك أنت من أي انتكاس صحية أو أي تراجع صحي احمي نفسك حاول أنك تراقب وضعك الصحي إذا أنت من الأشخاص اللي بأخذ أدوي يعني مستمرة إذا شعرت بأي شيء استشير طبيبك في منكو ممكن يقلق بصحة أحد الأحبة أو المعارف برج الجدي يعني أنت اليوم عندكم نشاط بظل لغاية الصباح ممتلئين بالنشاط وقادرين على إنجاز كثير من مشاغلكم من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم ما تغامر بأموالك هاي فترة فيها نوع من أنواع الحذر لازم تكون حذر جدا ماليا ومعنويا ما تتسرع باتخاذ قرار حاسم أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط المالي وخصوصا أنه القمر رح يتنقل ما بين برجك بيتك الأول وما بين بيتك الثاني فعشان هيك الأمرين مرتبطات في بعض نفسيا وماليا أما بالنسبة للبيت الثالث بما أننا حكينا عن الأول والثاني في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث شوي عندك اليوم طاقة كبيرة ممكن تتواصل مع المحيط تبعك مع الأشخاص عندك رغبة بالاتصالات بالتحركات بالتنقلات خصوصا الأشخاص اللي بقدروا يطلعوا من البيت عندك نشاط كبير عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام خلال هذا النهار يعني طاقة كبيرة في منكم ممكن يهتم بأخ أو جار أو حث بعض الأبناء على الدراسة أو المطالعة أو تفقدهم حتى أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع يعني شوي في نوع من أنواع ضغطات لغاية الصباح ولكن في ساعات الصباح بتصير الأمور جيدة ممكن تهتم بأمور عائلية أو منزلية ويكون في عندك نوع من أنواع التواصل مع أفراد العائلة وممكن يكون في عندك مهام أو مسؤوليات منزلية كمشتريات أو تصليحات أو ترميمات أو حتى نشاط عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس يعني شوي بعطيك نوع من أنواع الدعم أو الحضوض ممكن يساعدك في بعض المسائل العاطفية ولكن في نوع من أنواع الإنزعاج أو الأفكار اللي بتتوارد لذهنك اللي ممكن تعمل نوع من أنواع التباعد ما بينك وبين الصديق حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية بتلاقي الأجواء صارت إيجابية واترك الوساوس والأوهام وما تدعى للخلاف مكان ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال والمهم المطلوبة منك عندك سرعة بديهة عالية وعندك رغبة لإنجاز بعض الأعمال ولكن بدك تهتم لصحتك أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل مع الشريك على حسب الطبيعة العلاقة ما بينك وبينه على حسب برجه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ممكن يفتح لك بعض المجالات اللي إلها علاقة بالأموال اللي ما بتعود لك ممكن أموال مستردة ممكن ديون ممكن أشياء إلها علاقة بطلب قرض أو مساعدة اليوم بفتح لك مجالات كبيرة على هذا المجال وبتساعدك وممكن أنه يكون في بعض البشائر الجيدة في بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت أو أشياء إلها علاقة بأحد المقربين لا إلك صحيا أو ممكن ظرف معين يتعرض له أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بدعمك اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية وعلى مستوى أوراق قانونية أو مسائل قانونية أو ممكن أشياء إلها علاقة بالدراسة أو تواصل مع مؤسسات تعليمية في منكو برغب في تعلم لغة أو ثقافة جديدة أو ممكن ينشط في مجالات إلها علاقة بالسياسة والاقتصاد أو تطوير هاي المسائل عنده وممكن يهتم في أمور التحليل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما بيت السمعة يعني ما بيأثر لا إيجابي ولا سلبي عليك على حسب حياتك وحسب نشاطك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والاتصالات خصوصا مع الأصدقاء يعني علاقاتك مع المجتمع بتعمل نوع من أنواع التقارب اليوم ولكن ممكن يكون في اتصال معين من صديق بيحاول أنه يفرض رأيه عليك أو يشد عليك باتجاه معين أو أنه يعني هو بفهم أكثر منك فهذا الإشي ممكن يذيقك أو يخليك نوع من أنواع عندك الامتعاض من رد أو ردة فعل سلبية حاول أنك ما تعطي مجال لأحد أنه يفرض رأيه عليك خصوصا إذا كان رأيه غلط أو تدخله في شيء ما بعنيه حاول تحط له حد عشان ما تعمل فجوة أو تترك له المجال أنه يتدخل في حياتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب يعني آمن اليوم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن أنه برضو من قلك أنه حاول أنك تراقب وضعك الصحي من بعض الأشياء الطارئة ممكن تحدث راقب تغذيتك لازم تتغذى بشكل جيد خلال هذا النهار وفي نفس اللحظة يعني بدك تنتبه إذا أنت من الأشخاص اللي بأخذ أدوية لأمراض مزمنة بدك تهتم في أدويتك وإذا شعرت بأي شيء يعني مش مريح حاول أنك أنت تستشير طبيبك برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت متاعبكم لغاية ساعات الصباح عشان هيك بظل مسيطر عليكم التعب وممكن تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم يصير فيه نوع من أنواع التقصير أو منكم ممكن يشعر بالمرض من بعد ساعات الصباح بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق يعني فيه خبر صار خلال هذا النهار لموليد برج الدلو أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني يعني برضو بدعمك بشكل جيد عن المستوى المالي فمنكم خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم هدولة ممكن يحققوا بعض المكاسب المالية أو ممكن يكون فيه نوع من أنواع المكاسب من عمل إضافي تحديدا وفيه منكم ممكن يحص الراتب أو مساعدة معينة أو همة معينة أو هدية يعني تساعدوا بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث شوي يعني فيه نوع من أنواع التواصل الروتيني أو الاتصالات الروتينية مع أشخاص مهمة بتحاول أنك تفرز اليوم أنه مش مع أي شخص بتحب تتواصل اللي إلك مصلحة معاه أو اللي ما يخذ إهتمامك و اللي بتتواصل معاه فيه أشخاص أنت ما رح ترد على اتصالاتهم خلال هذا النهار اليوم أنت المهم عندك هو الأشياء المهمة مش الأشياء الثانوية أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم يعني شوي الأجواء ممكن أنها هيك يكون فيها نوع من أنواع ضغط العائلي حاول أنك تتجاوزها بالطاقة الكبيرة اللي موجودة عندك يعني بتقدر تسيطر على الأمور ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالترتيبات أو صيانة أو أشياء إلها علاقة بالبيت أو تقارب العائلي أو مسألة بتتعلق بأحد الإخوة أو الأبناء أو أمور العائلة بتهتم فيها بشكل كبير يعني حاول قدر الإمكان أنك تنجز وتعمل نوع من أنواع التقارب البيتي أو العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور جيدة على مستوى التواصل مع الحبيب أو لقاء الحبيب ممكن تبادر اليوم بمصالحة أو توضيح وجهة نظرك عن خلاف سابق أو تعمل نوع من أنواع التقارب حاول قدر الإمكان أنك تشحل حالك بطاقة إيجابية اليوم عشان تكون المبادرة جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور ضغطة عن المستوى العملي عشان هيك بتراكم العمل عندك أو بتجمد العمل عندك وممكن بعضكو ينشط بأعمال بس أنه يختار العمل الضروري ويهمل باقي الأعمال فيتراكم العمل عليك أهم شيء أنك تحاول أنك تنجز الأمور هاي وفي منكو إما بيعاني من مرض أو عنده بعض الأشياء المستجدة في تعب أو مرض صحي أو شكوك أو وساوص صحية أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن أنت تقريبا في نوع من أنواع التواصل أو الرغبة في التواصل مع الشريك بتكون عندك خلال هذا النهار أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتشوف برج شريكك وتعرف أنك تتحرك بالاتجاه أو لا على حسب وضع بيته السابع أما بالنسبة للبيت الثامن فبشوف الأمور المالية يعني شوي فيها نوع من أنواع روتينية خصوصا الأموال المشتركة يمكن اليوم يكون فيه خبر معين أو لمساعدة أو لدعم معين ولكن أنا أترك الموضوع كمان يومين لحديث ما يوصل القمر للبيت الثاني ممكن يفتح لك مجال أكبر في هذه المسألة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية عندك اتصالات كثيرة اليوم حثيثة اللي عندهم الدراسة أو امتحانات خصوصا اللي ما بعد المرحلة الثانوية اللي المرحلة الجامعية اليوم بدرسوا باستعدوا بشكل جيد في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أشياء بحاجة لجهد لحلها تكثر الاتصالات والمواصلات والتنقلات وفي منكم ممكن يكون له تعاون خصوصا التجار بأشخاص لهم علاقة بالاستراد والتصدير أو المؤسسات الخارجية أو الداخلية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الوضع روتيني خلال هذا النهار ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى السمعة يعني أنت بتتعامل فيها بالطبيعة وحامي نفسك أما بالنسبة لبيتك 11 فالوضع جيد على مستوى التواصل مع أشخاص أصدقاء أو معارف ولكن ممكن أنه شخص اليوم يحاول أنه يفرض رأيه أو يعني يورجيك أنه بفهم أكثر منك بده يدخل في حياتك أو شؤونك حاول أنك ما تعطي مجال لهذا الشخص أنه يدخل في حياتك عطله حد لأنه إذا تركته يدخل في حياتك رح يتمادى أكثر وأكثر خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت 12 بيت المتاعب فذكرنا في بداية التوقعات أنت اليوم بتسيطر على الأمور بشكل كبير برج الحوت بيظل النشاط بالاتصالات أو التواصل مع أصدقاء ممتاز لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتدخل فترة غير مريحة لأن القمر بصير موجود في بيت متاعبكم عشان هيك الفترة هاي بتلزمكم يعني بفترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر الكلام أو الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ويمكن لاحظوا موليد برج الحوت من خلال اليومين الماضيات أن الأمور صارت تضغط شوي شوي عليهم لأن القمر صار يتحرك وحذرنا وأن القمر بتحرك باتجاه بيت متاعبكم حاولوا تنجزوا الأشياء الضرورية وحاولوا تنتبهوا لحالكم أكثر يبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب الآن وصل لبيت المتاعب يعني وصل لبرج الدلو بدكوا تتحملوا لغاية اليومين ونص القادمات لحديث ما يوصل القمر لعندكم حاول ما تحسم أمورك خلال هاي الفترة ما تتخذ قرارات يعني بدك ترتب أمورك وانتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول طبعا بما أنه بيت المتاعب أثر بشكل كبير عليك بهذا الشكل فبيت المتاعب اليوم بيكون متذبذب فبتلاقي شخصيتك مرة جيدة مرة سلبية مرة منرفز مرة مرتاح مرة بدك تنام مرة بدك تطلع يعني فوضى اليوم بتكون عن المستوى الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فبكون اليوم يعني فيه نوع من أنواع الضغط على المستوى المالي يا إما مصاريف زيادة يا التزامات زيادة يا إما أنت بتفرغ طاقتك باتجاه المصاريف لتهرب من الواقع بدك تدير بالك من كل هاي الأمور وما تشتت حالك الزيادة وما تدخل حالك في أجواء أو أماكن يعني صعب إذا دخلتها أنك تطلع منها وخصوصا اللي هي الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف البيت الثالث اليوم أريح شوي يعني بيكون فيه نوع من أنواع الراحة رغم العصبية والحدية ولكن أنه برضو بتقدر أنك أنت تتواصل مع أي شخص وتقنعه بوجهة نظرك عندك قدرة على التواصل مع المجتمع ومع الأشخاص بتحث أبنائكو على الدراسة وممكن بعضكو يهتم بأمور دراسة أو بحثية أو حتى ينشط بالحركة وفي منكو ممكن يعني يكون فيه عنده كثير من الاتصالات والتحركات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف وضع البيت عندك ضاغط فيه عندك نوع من أنواع اللبكي داخل البيت إما ارتباك من تصرف بعض الأشخاص أو فيه ظروف ضاغطة أو فيه خوف معين يعني فيه أشياء اليوم هيك على الساحة بتضغطك بشكل كبير حاول قدر الإمكان أنك تنجز الأعمال المهمة المنزلية حاول أنك أنت يعني تهتم بأمور الأساسية البيتية بدون أي تقصير ولكن إن صار خلاف خليك عنصر أنت للتقارب وإنهاء الخلاف وإنهاء الخوف عساس أنه صير فيه تقارب وتنتهي هاي الحدية الموجودة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا أنت اليوم جامد تماما يعني فيه نوع من أنواع التصلب أو القسوة حتى بتصل لمراحل من ناحية عاطفية إما هي ردة فعل عندك أو هي بسبب تكاثر الأمور جمدة عواطفك بالفترة هاي حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة على أساس أنه أنت تخلي عواطفك شغالي لأنه أنت بدون عواطف أساسا بتظلك مكتئب لأنه الحوت هو كتلة عواطف فإذا العواطف عندك تأثرت فمعناته كل البيوت رح تتأثر معاك أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني على مستوى العمل عندك نوع من أنواع الإحباط اليوم فما عندك رغبة لا للعمل ولا لإنجاز أعمال يعني إلا الأشياء البسيطة اللي هي الضرورية جدا 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 هاي اللي أنت ممكن تنجزها خلال هذا النهار أحاول لأنك تراقب وضعك الصحي ما تترك هاي الأفكار كلها إنها تضغطك صحيا أو تصل لمرحلة التعب الجسدي أما بالنسبة للبيتك السابع فهو جيد على مستوى الشراكة إما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي تواصلك جيد مع الشريك وبالعكس ممكن اليوم تعمل تقارب على مسائل كانت في الفترة الماضية أو خلاف أو حساسيتك من تصرف الشريك يعني شوي هاي يتخفف عليك في الفترة الحالية يعني اليوم برضو إيجابي عن نقطة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فبعضكم ممكن ينشط بتحصيل بعض الأموال أو بعض الدعم أو المساعدات أو أشياء لها علاقة بالقروض أو بعض المستردات المالية من جهات حكومية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن هذا يفتح لك مجال يعني جيد يكون وممكن برضو أنه يكون فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية مثلا فيه منكم اللي عنده امتحانة ودراسة اليوم ببدع ولكن بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ خصوصا الأشخاص اللي عندهم امتحانات أو دراسة اللي هم بالمرحلة الجامعية فيه منكم ممكن ينشغل بأوراق أو ملفات قانونية أو أشياء لها علاقة بالمحكمة فحديدا أما بالنسبة للبيت السمعة فهو تمام ما فيه أي شيء بالعكس الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن ينجزوا عمالهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل ولكن حاول أنك أنت تنجز العمال حتى لو عملت ساعات إضافية ما تخلي العمل يتراكم عندك لأنه هذا بسبب لك مشاكل كثيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فيعني فيه نوع من أنواع يعني زي ما حكينا أنه نوع من أنواع التواصل مع أصدقاء معينين يعني إحنا حكينا لغاية الصباح بظل النشاط عندكم على الاتصالات مع الأصدقاء والأمور هاي ولكن في ساعات ما بعد الصباح بدي أحضرك من شخص معين هذا الشخص ممكن يحاول أنه يلعب في عقلك أو أنه بمعنى آخر يشحنك بطاقة ضد أشخاص معينين فهذا أمر سلبي لا تسمح لأي شخص يتدخل بخصوصياتك أو يفرض رأيه عليك أنت يعني قرارك منك أنت وفيه فعشان هيك أي شخص بيحاول أنه يشحنك بطاقة سلبية أو يخوفك أو يتحكم في حياتك لازم تتصرف هيك أنت شخصيتك وإنت بيتك وإنت المقصر وإنت اللي ما بتعرف ولازم أنت تسويه ولازم هذا كله بيعمله مش لمصلحتك هذا بيسعى لشيء لإفساد في علاقتك أو في حياتك أنت بييدك أنك تحط حدود لهذه الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب والبيت 11 فذكرناهم في بداية التوقعات هيك منكونا انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر